قمة أردنية أمريكية مرتقبة ولقاءات مقررة بين جلالة الملك وأركان الإدارة الأمريكية الزيارة الملكية إلى الولايات المتحدة تحمل ثقلا سياسيا واقتصاديا يمس ملفات حيوية داخليا وأقليميا تحديات الشرق الأوسط ملف حيوي على أجندة زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الولايات المتحدة التي يتخللها لقاء قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في التاسعة عشر من تموز ولقاءات مع عدد من ممثل مؤسسات القرار في واشنطن استباقا للزيارة أشار البيت الأبيض إلى الشراكة الدائمة والاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وتطلع الرئيس بايدن إلى العمل مع جلالة الملك لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية سياسيا تتصدر القضية الفلسطينية اهتمام الأردن بقيادة جلالة الملك وهو الملف الذي يكتسب أهمية خاصة في هذه الزيارة بالنظر إلى مستجدات الداخل الفلسطيني الملتهب تحت وقع تزايد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وأثار العدوان الأخير على غزة فضلا عن تطورات الداخل الأمريكي حيث انفتحت صفحة جديدة ما بعد حقبة ترامب الرئيس الأمريكي السابق الذي واجهت صفقته التصفوية للقضية رفضا فلسطينيا وأردنيا على المستويين الرسمي والشعبي التصريحات الأمريكية أشارت أيضا إلى حرص واشنطن على تعزيز الفرص الاقتصادية الحيوية لمستقبل مشرق في الأردن وهو ما يفتح أبواب استثمار العلاقة الأردنية الأمريكية من خلال هذه الزيارة من أجل تعزيز القدرة الأردنية على التخلص من تداعيات جائحة كورونا الاهتمام الإعلامي والحفاوة الرسمية بزيارة جلالة الملك كأول زعيم عربي يلتقي الرئيس الأمريكي الجديد إشارة واضحة إلى أهمية اللقاءة المقبلة وما سيتخللها من مباحثات يرتقب أن يكون لها انعكاسات إيجابية على حل حالة أزمات المنطقة ترجمة نانسي قنقر